مجموعة الناس التي شجعتني أن أشارك في هذا البرنامج منهم الأولى وهي الأمي والأصدقاء والأصدقاء أقرب مني ومنهم صديق الحميم وعيمد نتيفي وشجعني بزاف لنأخذ هذه المباراة وكوزني ودخلتي وهو سعدة سولي وهو الزوجة وفاتم أخير وهو تعرفوني والشقع والطياب من الصغر وقالي بحقاة عندما دخلت المغرب سأذهب لنذهب إلى هذا البرنامج ونأخذ في يوتيوب البرامج العملية لكي تكون لديك فكرة لكي تقتنع والحمد لله خديت بالكلام ونجعني بزافة أبداً ومن المترجم ومن المترجم ومن المترجم والحمد لله ما تحشمتش معهم وتوفقت أنني إن شاء الله والحمد لله نجيب للعقاب ونحمر الوجهة العائلة والوجهة للأصدقاء والأمازيغ لأنه حاولت ندير واحدة لمسة أمازيغية في الأطباق ديالي بوش نبينها لأنه يعني حتى الطبخ الأمازيغير عنده واحدة تاريخ وممكن يدار كلاس في أطباق دوقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر